كيف نقي أنفسنا وزواجنا وأزواجنا عفوا من حسد المقربين هو حقيقة يعني أولا الحسد ما معنا الحسد قبل بس لا نشرح الموضوع شون يعني حسد الحسد أني أنا أشوف نعمة على فلان أو فلانة أيا كانت هذه النعمة قد تكون النعمة مثلا مال قد تكون النعمة سكن قد تكون النعمة مركب سيارة قد تكون النعمة مثلا جمال قد تكون النعمة كلام يعني حسن التعبير قد تكون النعمة لباس قد تكون النعمة أنه عنده أصدقاء أو فياء أو مخلصين قد تكون النعمة أنه وظيفة مرموقة قد تكون النعم يعني النعم كثيرة وأن تعد نعمة الله لا تحصوها فالنعم كثيرة فالحاسد إذا رأى نعمة يتمنى زوال هذه النعمة من فلان أو فلانة وتأتي له ترى هذا تعريف مهم في نقطتين في التعريف أولا الزوال أنها تنتهي منه هالنعمة إذا فلان عنده فلوس الحاسد يتمنى أنه فلان هذا يستفقر ينصير فقير وفلوسة إلا إذا عنده جمال الجمال هذا ييني أنا وهو يصير قبيح هذا معنى حاسد الحاسد غير الغبطة الحاسد زوال النعمة فيها شرطين الزوال وانهتيه عندي طيب الغبطة الغبطة لا الغبطة أنا شفت نعمة على فلان فأتمنى مثل هالنعمة تكون عندي لكن ما أتمنى زوالها منها إذن الفرق بين الحسد والغبطة شرط واحد أن الحسد فيها شرطين زوال النعمة وتجي عندي الغبطة النعمة ما تزول منها لكن أنا يكون عندي مثلها تمام؟ الآن السؤال كيف نقي أنفسنا وأزواجنا من حسد المقربين بعد ما شرحنا الحسد والغبطة فيه بالنسبة لنا العلاج الإيماني والديني هو السيد الأدوية النبي صلى الله عليه وسلم عننا منها على خواتيم صورة البقرة يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورس إلى آخر للآيات هذه الآيتين لو كل يوم نحرص أن نقراهم تقيننا وتقي من حولنا أهلنا من الحسد المعوذات لما احنا نقولها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه تقيننا من الحسد وبعض الأدعية يعني مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة هذا دعاء أو الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد إذن إما آيات من القرآن أو أدعية أو المعوذات هذه الثلاثة تحميني أنا من الحسد ولذلك أي إنسان عنده خوف من الحسد عليه أنه يلتزم بهذه الأدعية وهذه الآيات القرآنية